بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صلى الله عليه وسلم كان كلامنا في الفصل بين المنابع المعرفية في المدرسة الإسلامية وقلنا أن هناك مدارس للمعرفة وهي ومناهج المنهج البرهاني أي المنهج العقلي الفلسفي وأن كل شيء يخضع إلى البرهان العقلي حتى الوحي وعلى هذا ما لم يقم برهان عليه من العقل يجب تأويله ولذلك الفلاسفة فأولوا حتى آيات المعات في القرآن لأنهم لا يوجد عندهم برهان على المعاد الجثماني فقالوا المعاد يحشر الناس معاد روحاني الروح وليس الجسد الذي يفنى لا يعود دخلوا في باب التأويل وهناك مدرسة أخرى للمعرفة تكوين نظرية معرفة المدرسة العرفانية التي موضوعها قلنا الشهود والحضور وأن هناك قوس نزول وقوس صعود فقال لك من قوس النزول الله الخالق الفياض خلق العقول المجردة ثم الأمثلة ثم المادة هذا قوس النزول في تجلياته وهناك قوس صعود نحن بحضور وشهود نصعد إلى الفيض الإلهي فنكتشف الحقائق بالروح وحضور الروح والقلب وعليه لا معنى أن نذهب إلى العلم ودراسة العلوم في الكتب لأن هذه تصنع لنا صورة أشياء في الذهن ما الحال أننا نستطيع أن نأخذ حقيقة الأشياء نذهب إلى حقيقة الملكوت تعرج أرواحنا نتيجة تزكية النفس والتحليل فيقوس الصعود نحن نروح نكتشف حقائق وهكذا ينسجمون أيضا مع مدرسة البرهان من باب التأويل يعني العرفاء أيضا يفتحوا باب التأويل في الكتاب والسنة مدرسة الوحي يأولوها هم يلتقيان فيما بينهم مع مدرسة البرهان في هجان اللي محيي بن محيي الدين بن العربي على رأس هذا الباب محيي الدين بن العربي هو يأخذ مناهج الفلسفية ويضيف عليها الرؤية العرفانية الصوفية طبعا احنا ذكرنا من أول شيء لأن الصوفية الموجودة الآن لا تعني لا تعني الصوفية العرفانية الصوفية الموجودة بالعالم اليوم صوفية في الكلورية رقص ولباس معين وحركات معينة مو فناء في الله هذا مو وابتعاد عن وتسكية وتحلية لا في الكلور مو هذا المغزل مقصد ذلك الصوفية عند أبناء السنة والعرفاء اللي عند الشيعة وهناك منهج ثالث للنظرية المعرفة هي مدرسة الوحي الكتاب والسنة ما جاء به القرآن وجاءت به روايات النبي وأهل البيت في تفسير الملكوت نلتزم بها وما وجدنا شاهد في مدرسة الوحي على صحة البرهان العقلي أو العرفاني نقبله ولا يمكن أنه أول المدرسة الوحي على وفق المدرسة البرهانية والعرفانية طيب اللي هذا مدرسة الوحي جاء مل صدرة وقال بالحكمة المتعالية ماذا فعل مل صدرة دمج كل هاي المدارس بمدرسة واحدة كل هاي المناهج المنهج البرهاني العقلي والمنهج العرفاني ومدرسة الوحي جعلها في مدرسة واحدة سماها الحكمة المتعالية إذن مل صدرة شنو مدرسة صاحب الأسفار مدرسة فلسفية عرفانية إضافة إلى مدرسة الوحي كلها عملها خليط سماها الحكمة المتعالية لكنه لم يخرج عن الإطار العام للفلاسفة والعرفان في تأويل المدرسة الوحي إذا لم يجد لها تفسير ولذلك تجدون حضاراتكم في مل صدرة عدة تفسير للقرآن لكنه غير مكتمل وعند شرح لأصول الكافي أيضا أخذ يوجههن الروايات ويؤول الآيات وفق رؤيته في مدرسة الحكمة المتعالية طيب نحن نعتقد أن هذه الحكمة المتعالية التي جاء بها مل صدرة هي تلخيص لنظرية محدين بن عربي لفلسفة ورؤية ومنهج محدين بن عربي مع تغيير بعض الأساليب نعم مل صدرة حريص أن يجد له مؤيدا وشاهدا لرؤيته من الكتاب والسنة مثل محدي بن عربي محدي بن عربي يجيب رؤيته وبعدين يحاول أن يجد لها شاهدة طبعا يلوي عنق النص لرؤيته يفسر عنق النص لرؤيته في مقابل هذه المدرسة الحكمة المتعالية طبعا هذا منهج أخذه العرفاء أهل السير والسلوك الآن كل واحد يقول لك عارف من أهل العرفان والسير والسلوك عندنا في المدرسة التشيع أو صوفي عند أهل السنة بس صوفي حقيقي مو صوفي الكلوري مثل هذا لا هو يأخذ هذه المدرسة الشهود يعني الشهود والحضور في قوس الصعود تغنيه عن الذهاب إلى القراطيس والعلم والدرس يقول لك أنا ينكشف للواقع فليش أروح أقرأ صور قلص حقائق الملكوت مكشوفة نحن ذكرنا عن هذه المواضيع في مقابل هذه المدرسة المدرسة التفكيكية اللي أسسها مرزى مهدي الإصفهاني أستاذ السيد السستاني في مشهد توفى سنة ستة واربعين ميلادي هذا قال يجب تفكيك هذه المدرسة الثلاثة غلط مدرسة حكم المتعالية ملصدرة لا لا ينبغي تفسير مدرسة الوحي وفق المنهج البرهاني أو المدرسة المنهج العرفاني هذه نفككها ونرفض تفسير مدرسة الوحي ونأولها وفقها ما جاء به الوحي نلتزم به إذا فيه إشارة مدرسة الوحي على دليل برهاني نقبله عرفاني نقبله ما فيه ما نقبل هاي قراءة بشرية لا يمكن أن نفسر مدرسة الوحي على وفق قراءة بشرية في المقابل نتجعل نشنو رفض للمنهج البرهاني والمنهج العرفاني عند المدرسة تفكير قلنا نحن في الوسط واقفين نحن نقبل ما وجد في المدرسة العرفانية من أمور ترقق القلوب وتمجد الذات العليا نقبلها مثل ما ذكرنا بعض عبارات محدد بن عربي مثلا مقبولة لأننا لها شواهد في المدرسة الوحي هناك المعيار خط العام أما غير هذه الأمور يعني يحدد خطوط عامة كبريات سواء كان منهج عقلي أو عرفاني نفسر ونؤول عليها مدرسة الوحي لا نقبلها نرفضها بقوة مثل شنو إذا جاءنا شيء من أفرض المدرسة البرهانية أو المدرسة العرفانية مثل قضية وحدة الوجود مسألة وحدة الوجود هذه أم لمسائل كثيرة وجذر يتفرع عليه فروع طويلة عريبة بل صدرت فتاوى من فقهان ومراجعنا وأصحاب الرسائل العملية بكفر قائل وحدة الوجود طيب سؤال من منهم يقود بوحدة الوجود لا شك ولا رأي محدي من عربي يقود بوحدة الوجود نعم من ينكر أن ابن عربي يقول بوحدة الوجود فهو إما جاهل أو مكابر ما يفهم العلم أو مكابر ولذلك قلنا الآن أنت تجد مبررات لابن عربي يتوجه كلمات مشكلته ولذلك نحن نتعجب كثيرا كثيرا من عبارات التعظيم الذي لا أرى له وجه فعلا الجزء قولنا ما تستوعب مثل ما ينسب للعلامة طبايا على الله وصاحب الميزان يقول لم يأتي سطر في الإسلام مثل ما كتبه بن عربي لعل السيد يقصد الذي إحنا وافقنا بن عربي به لكلمات التي تمجد الذات العليا لعله هذا يقصد وليس كل نتاج بن عربي لم يأتي به أحد به مثله في الإسلام لعل هذا يعني يعني كل كتوبة من الجد للجد صحيحة هكذا كان يعتقد السيد الطباطبائي حول بن عربي نستبعد ذلك نقول السيد أجل من هذا لأنه واضح أكو أشياء لا يمكن قبولها تتعارب تتصادم مع مدرسة الواحد ولذلك محدي بن عربي ذهب مآخذ جدا عميقة يعني نعم مو من زمين أو مثل ما يقول مثلا حسن زاد عام شخص حسن زاد عام ولي أو جواد عام ولي أنه أعظم شخصية في الإسلام جاء بكتب عظيمة لم يأتي أحد بكلمة مثل ما كتب على أشياء فيها مبالغة يعني وإفراط جدا هو محير نعم ولكن عنده كلمات واضحة نحن نرفضها نعم عنده تحليقات نقف لها احترامة في قضية نظريته العظيمة للإنسان الكامل وعنده راقي جدا نقبلها في قضيته حول الإمام المهدي سلام الله عليه محدي بن عربي يذكر الحجة سلام الله عليه عقيدة تشبع يعني نفس عقيدة نبي نقدس في كلمات رقيقة حول الذات العليا وتمجيد إليها لا شك أما في قضية وحدة الوجود نحن لا نقبل هذه زين ما هي وحدة الوجود أولا وحدة وجود كما يذهب إليها الحلات ليس تحت جبتي إلا الله العينية والعينية كفر الوجود عين الله وهذا كفر لا نقبل هذه الوحدة مطلقا ومن يقول بها هو كافر اتحاد بنحو العينية يعني كل ما تجد في الخارج هو عين الله جزء من الله قالوا بالوحدة والكثرة وبالتالي هذا الخلق هو عين الله من يقول بهذا المعنى وحدة الوجود هذا كفر لا نقبله كوحدة الحلات لا نقبل هذه العينية وحدة الوجود بعض المعنى نعتبره كفر محددين بن عربي شي يقول بوحدة الوجود ما هي رؤية محددين بن عربي أولا قلنا أن محددين بن عربي يقول بوحدة الوجود لا شك كلماته واضحة بس شنو يقصد وحدة الوجود هل هي مقبولة عندنا خلينا نبحثها شوفوا هاي عبارات بن عربي سبحان من أظهر الأشياء أظهر الأشياء يعني خلقها سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها وهي عبارة موجودة بالفتوحات وعنده فصوص الحكم أيضا شوفوا الشعر الشي يقول بالفتوحات يا خالق الأشياء في نفسه أنت لما تخلق جامع تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فأنت الضيق الواسع يعني كل هاي مظاهر إلك موحين عربي ما يقول بالعينية اللي ذكرناها الآن بس يقول بالتجلي عنده فرد شي يسميه التجلي طبعا قبل بن عربي أكو الفلاسفة الغريق اليونانيين وفلاطين الاسكندراني الاسكندري ذاك يقول بالعينية الوجود العين هو يقول بالتجلي في شي يقول يعني كل هذا الوجود نظريته بن عربي في عدة الوجود هذه يقول كل هذا الوجود تجلي الله تجلى له فأظهره يعني تنزل من علياء في وجوده وأوجدنا هذه شون قوس النزول اللي فرضنا ولذلك يقول إذا تنظر له واحدا فهو الحق وإذا تنظر له متعددا فهو الخالق من باب تجلي يعني هاي الوجودات تحكي مظهر من مظاهر لله سبحانه وتعالى صورة لله سبحانه وتعالى مثلا يقول لك واحد تشوفه جبار شديد هذا فيه تجلي مظهر قدرة الله مظهر عظمة الله جبروت الله تشوف لك امرأة جميلة أو مظهر جميل فيه جمالية إذن هو يحكي لإرادة جمالية هناك تجلي من الله الجميل في هذا وبالتالي بهذا المعنى كل شيء واحد بمعنى التجلي وصورة لله وليست العينية هو يريد يفرم الموضوع العينية لاعظوا لكن كلماته في هذا التجلي أيضا سببت لمشكلة ما قدر يعالج موضوع الكثرة والوحدة فراح إلى مبنى شوفوها فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقا بذاك الوجه فاذكروا جمع وفرق فأن العين واحدة وهي الكثيرة لا تبقي ولا تذر ولذلك يقول وبناء على هذا التصور فليس ثمة خلق ولا موجود من عدم بل مجرد فيض وتجلي يقول كل هذا الوجود هو تجلي الله سبحانه وتعالى شون الله طبعا يروح يجيب لمؤيدات من الوحي هو ملتزم على أنه من يجيب رؤية فلسفية عرفانية يحاول يجيب لشنو مؤيدات قرآنية من الوحي يقول شون الله تجلى لموسى في الطور مو تجلى خلى النار تحكي بالشجرة هذا تجلي يقول احنا هم نفس الشي احنا مظاهر لتجلي الحق تبارك تعالى غاية ما نقول أنا ما ندري بها ما نعرفها ما نقدر نصورها لكنه هو تجلي ما نعرف حقيقتها وبالتالي وحدة الوجود يقول بهذا المعنى تجلي وليس عينية احنا نقول هذا نفس الشي لازم هذا الكلام لبن عربي شنون تدرون شنون هذا الباطل من عنده شنون على أنه إذا أنت مظهر تجلي الله سبحانه وتعالى فأنت مخلوق لما تجلي له فيسلب منك قدرة الاختيار نعم ولذلك محدة بن عربي يقول الناس مسيرون مو مخيرين دخل على الجبر آمن بالجبر نعم محدة بن عربي ما يرى الإنسان مختار ليش لأنه فيه جبلة فيه خصوصية هاي الخصوصية هو مجبور عليها وعليه إذا كان مجبور عليها هو مو مسير مو خير فنفى الاختيار نفيك للاختيار إيناه في مدرسة الوحي هنا مدرسة الوحي تنص على أنه ما أصابكم من خير فمن الله ما أصابكم من خير ما يعدكم هنا راح تنسب الشر المن ليش لأنه هذا فيه تجلي من الله فيه حقيقة من الله فيه وجود من الله العالم أنت ما تقول بالعينية تقول بالتجلي نفس الشيء لاعظ هاي القسوة الموجودة هنا هذا مجبور على القسوة الذي يمثل شنو تجلي الجبروت الإلهي مثلا طغيان لله ولذلك هو ما قدر يفر من هاي القضية زين بعد شنو لازم وحدة الوجود بهذا المعنى شنو لازم لازم وحدة الأديان كل الأديان سواء ليش لأنها تجلي واحد ما دام آمنت بالوحدة الوجود كل الأديان ترجع إلى منبع واحد لأنه فكرة وحدة الوجود شنو قائمة على أن الوجود بالأصالة لله هو الموجود ونحن صور تجليات فكل شيء يشوفه من حواديث من عوارض من جواهر أعراضه جواهر حسب المدرسة لشاعرية لشعرية كل هذا يرجع إلى واجب الوجود بس هو الحقيقة الموجودة ونحن كلنا عوارض كلنا صور كلنا تجليات إذا هتشي حتى الأديان ترجع إلى على أنه لا فرق فيناها ولذلك مو مهم عنده هو يصرح أن تتجل لمسيحي أو يصير نصراني أو يهودي أو مزلي لأنها كلها ترجع إلى حقيقة واحد وحدة الوجود يتفرع عليها وحدة الأديان شوفوا هذا الشعر أشلون ولذلك لازم قوله بوحدة الوجود قوله بالجابر ثم إذا قلنا بالجابر ينتفي الحساب ليش تحاسبه بعد ما لك حق تحاسب فرعون لأنه مجبور على أن يقول أني ربكم الأعلى مو بهاي النظرية هو إلى الأوازم خطرة هل هو راح إلى أول حتى الشنو بن عربي أول حتى العذاب قامي أوله يوجهه ونفي الحساب والثواب والعقاب فإنه ترتب على مذهبه وحدة الأديان دليل على هذا قوله في شعره لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني قلب لقد صار قلبي هذه من في الفتوحات المكية يقول هذا لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني رهباني يعني المشيحية وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآني هذه تفرعات ترشحات وحدة الوجود لازمها وحدة الوجود بمعنى تجليها قلنا التجلي لازمها وحدة الأديان لازمها الجبر وإذا وصلنا للجبر لازمها تعطينا الحساب والثواب والعقاب لأن هذا مجبور يطيع وذاك مجبور يعصي فليش يتثيب وليش يتعاقب طيب آيات الثواب والعقاب الجنة والنار قال لك كلها نوجهها كلها نأولها لاحظة كلها رموز وعلى هذا هو قال بقوس النزول أن هذا القرآن حقيقة الحقائق في الفيض المطلق تنزل إلى العقود المجردة بعدين تنزل إلى الأمثلة بعدين تنزل إلى عالم الماديات والحروف بس هو بالحقيقة لا مهنة وحقيقة غير شي ولذلك في قوس الصعود نصعد نشوف حقيقة القرآن هل العرفاء يعتقدون والصوفية كل حرف بالقرآن يحملوا علما لاحظوا شلون علما وأكو ظاهر وباطن طيب هل ممكن إحنا نقبل مدرسة الوحي تتعطل بهذا الفهم ما نقدر نقبل هذا ولذلك وحدة الوجود العينية نرفضها نحن وحدة الوجود التجلية الذي يذكرها هو بن عربي ويصر عليها أيضا نرفضها أكو وحدة وجود ثالثة قبلها نعم شنو المقصود بوحدة الوجود اللي احنا نشوف ما تعارض عقيدتنا لا الوجود العيني اللي لازمه التكثر ولا الوجود التجلي اللي لازمه وحدة الأديان والاختيار وتعطيل الثواب والعقام وحدة الوجود الذي نقبلها هذه التي مستندها حديثه عن مولانا أمير أمني سلام الله عليه ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفيه شنو يقصد أمير أمني قطعا لا يقصد التعدد العينية ولا يقصد التجليب العربي ماذا يقصد علي سلام الله يقصد ما قصده القرآن أفلا ينظرون إلى الإبلي كيف خلقت قل سيروا في الأرض فانظروا آيات الله في الآفات يقصد البرهان لإني الكشف الانتقال من المعلول إلى العلة لاحظوا يقصد هذا يقصد الأثر يدل على المؤثر بهذا المعنى براهين هذه الوجودات تدلنا على العلة على الخالق أما تجليات وعينيات بهذا المعنى وحدة الوجود نحن لا نقبل هذا الشيء فوحدة الوجود بهذا المعنى مقبولة التي يذكرها أمير من يساء الله وهي بمعنى الأثر والمؤثر العلة والمعلول بهذا المعنى براهين تدل على الله لا مانع من ذلك بهذا المعنى ما فيش كال الانتقال من المعلول إلى العل أنا أجد دخانا فأعرف أرى دخانا فأعرف أن تحتها نار القرآن هم يمرني أنه سيروا فانظروا شوف آثاره شوف آياته فبقى هاي آثار الله بالتالي أنا كل شيء أراه أعتبره معلولا لعلة أثرا لمؤثر إذا هذا المعنى بوحدة الوجود هذا المقصود فيه نحن نقبل هذا الوحدة الوجود بها المعنى نقبلها ولها شواهد من القرآن والسيرة والسنة أما وحدة وجود حلالية وحدة وجود بمعنى عينية وحدة وجود بمعنى تجليات ومظاهر للحق لا نقبل هذا الشيء ونعتبره خارج عن الإسلام ومدرسة الواحد الآن هو لماذا نزلق بهذا هذا رأيه هل يحنا نقول يأخذ منه ويرد عليه ويرد عليه والعصمة لأهلها فوحدة الوجود التي يقولها بمحايد الدين بن عربي نقولها بضرس قاطع مرفوضة يعني نحن لا نقبلها لا ندين الله بها اللي هي بمعنى التجليات الآن أنت يتوجه له لا هو ما يخصد كذا ما يخصد هاي عبارات نحن نقف منها موقفا نرفضه سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها أظهر يقول وهو عينها ألا أنت تتوجه له شو رأي تقول نحن نريد أن نقبل قضية الأثر والمؤثر طبعا ما يصير الأثر عين المؤثر العلة والمعلول عين العلة ما قل فهو يقصد هو يقصد بالتجليات والتنزل بهذا المعنى يقصد قلنا هذا لازمه أيضا شنو لازمه الجبر لازمه وحدة الأديان لازمه تعطيل الثواب والعقاب لا نقبله ولازمه التويل مدرسة الوحد فضلا عن المدرسة العينية الوحدة العينية إذن ما جاء في كلمات الفقهاء قدس الله أسرارهم المراجع بكفر من قائل بوحدة الوجود هذن المعاني لوحدة الوجود نعم نرفضها لا نقبلها ولذلك هو عنده في كلمات حتى فرعون حتى هبل فيه شيء لله عز وجل فيه صورة لله فيه تجل الله لا نقبل هذا الشيء هذا توجيه ما نقبله نهائيا ونرفضه نعم نقبل وحدة الوجود بمعنى الأثر والمؤثر براهين تدل على الله بالبرهان الاني وهو الكشف الانتقال من المعلوم للعل هالمقدار نقبل هذا نقبل وعليه نحن نبقى في نؤيد المدرسة التفكيكية ونقبل ما يأتي به من العرفاء والمدرسة البرهانية إذا وجد له شاهد في مدرسة الوحي ولا يمكن أن نؤول مدرسة الوحي بناء على المدرسة البرهانية المنهج البرهاني والمنهج الارفاني نحن نقبل ما جاء به الوحي مدرسة الوحي في الكتاب والسنة فقط ولا نؤول ولا نوجه مدرسة الوحي وفق المنهج البرهاني والمنهج الارفاني على أننا لا نخلص في تكفير وتفسيق أصحاب المناهج هذا الأسلوب نبتعد عنه نحن نناقش نتج لهم من تحقيق علمي نقول هذا المطلب مرفوغ فلازمه كفر صاحبة فسق صاحبة سب صاحبة نحن مو هي منهجة يعني أنك شخصيا مو هي منهجة لكن نقول نحن نرفض هذا المنهج ونقبل ذاك المنهج نحن مع مدرسة الوحي والمدرسة التفكيكية على أننا نقبل ما جاء به المدرسة البرهانية والمدرسة العرفانية اللي وجد له شاهد هكذا الآن مثل سيد علي القاضي شنو كان يعتقد بابن عربي سيد الطباة طباة صاحبة شنو كان يعتقد به نقول هم يتحملون رؤيتهم لكننا ننجل هؤلاء فيما جاءوا به نحترم سلوكياتهم علاقتهم مع الله لا نخوض في قضايا تقدح بعدالته نحن نراهم في مستوى من العدالة هم يوجهون كلمات من عربي يتحملون توجيهات ولكننا لا نخوض في هذه المدرسة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومن هنا ومن هنا